تابعين في دنيا يا دنيا وفقرة متميزة عن حدث متميز ومن أهم الأحداث الرياضية السياحية الخيرية الإنسانية في عمان وفي البحر الميت ويقام على مدار اسبوعين كل جمعة 27-23 و43 ألترا ماراثون ديدسي البحر الميت بورتو بالتأكيد واحد من أهم الفعاليات التي سوف تقام في نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم والحديث عن الموضوع لينا الكورد نائب المدير العام في الجمعية الأردنية للمرثونات أهلا وسهلا وصباح الخير صباح النور شكرا بحالك أهلا وسهلا والبطل الأولمبي العالمي والأردني متقال العبادي أهلا وسهلا فيك متقال أهلا فيك وصباح الخير على الوطن صباح الخير شرفتنا الله وانت شرفتونا كمال الله يخليك أهلا وسهلا لينا بداية قبل ما نحكي عن حيثيات السباق اللوجستية تقريبا دعنا نحكي عن الجمعية الأردنية للمراثونات بشكل عام دورها في تنظيم المراثونات وجودها الدولي والشهادات الموجودة معها بالنسبة لجمعية منتمية للاتحاد الدولي ونشطاتها في تنظيم المراثونات في الأردن نعم صحيح الجمعية الأردنية للمراثونات أركض للأردن أو ران جوردن هي جمعية أردنية تأسست برئاسة سمو الأمير فراس بن رعد بواحد أربعة 2013 وصل لها هلأ سنتين هي أجت بثقت من فكرة شركة ماراثون عمان وجمعية الدماغ والأعصاب تم دمجهم اللي كانوا ينظموا ماراثون عمان وماراثون البحر الميت وماراثون العقبة وبالتالي تم دمجهم بناء على توجيهات سمو الأمير فراس بن رعد رئيس المجلس تحت مضلية واحدة لأنه عشان نحافظ على نفس المستوى والستاندرد في تنظيم كل الفعاليات على نفس المستوى بنفس الأسلوب طبعا زي ما حضرتك تفضلت ران جوردن هي معتمدة دوليا كل الفعاليات اللي بتنظمها هي معتمدة من اتحاد الدولي لألعاب القوة طبعا واتحاد الأردني لألعاب القوة معانا لجنة الحكام في اللجنة التنظيمية بالإضافة إلا اللجنة الأولمبية إحنا معتمدين كمان منها الأردنية وإحنا أعضاء بجمعية الماراثونات الدولية اللي هي International Marathoners Association عندنا منبرشب فيها وكل سنة بيصير كونغرس مروح إحنا منمثل لأردن ونحكي عنها فإحنا شاركنا في 2014 بشهر 11 بماراثون أثناء وحكينا عن الأردن وتفاجأوا صراحة أن كمية الماراثونات اللي إحنا مننظمها كجمعية أردنية نعم جميل جداً مثقال أنت ما شاء الله عليك وصلت للعالمية وصلت للأولمبية وبعد بالتأكيد ماراثون ستوك هولم 2011 وحصولك على المركز الأول على أكثر من 23 ألف متسابق وجود اسمك في الخارطة المحلية هنا في الأردن كيف تقيمه؟ أول شي بسم الله الرحمن الرحيم يعني ما جاش الإنجازات من فراغ كان في ناس عملوا كثير وجاهدوا يعني أعتقد أن الرياضي في الماراثون يعني أنا أعتبر نفسي رقم 2 بعد سمو الأمير فراس اللي نقل نوعية للماراثون وعملوا يعني رفعوا على أعلى المنصات الدولية والعالمية كمان الستلين الكرد كان لها دور كبير في وسط المجتمع الأردني كمان دخلت الماراثون وعرفتهم على الماراثون وصار فيه إقبال واسع يعني على جميع الفئات الأمرية نعم جميل وجهده طبعا وجهده الكبير اللي بيبدله هو كمان ما شاء الله لكم بتأكيد نحن نفتخر فيه لمثقال صراحة وهو كان بطل ماراثون ستوكون بال2011 الأردني أو العربي الوحيد يعني كان الأثيوبي والكيني قدامه وفجأة أكيد حضرت اللينك يعني كيف صاروا يصرخوا أنه مين هذا بعدين أبو دريس بعدين جوردينيان يعني كانت بصراحة كتير حلوة وإحنا كتير يعني انبسطنا وداما إحنا منشجعوا لمثقال مثقال إذا رقمك قداش ساعتين أنا أقول للحمد لله مطلع 2015 يعني قبل شهر في ماراثون مراكش الدولي يعني حصلت على تحتيم الرقم الأردني ساعتين 17-24 ثانية والرقم السابق كان ساعتين 18-15 ثانية الرقم حمل معه باقة من الإنجازات أول شيء يعني تأهلت على بطولة العالم لأول مرة وتأهلت على أولمبيات البرازيل كمان يعني باقة من الإنجازات يعني كان الدعم من ران جوردن وسموه الأمير فراس يعني صحيح هو الدعم كان يعني بسيط ولكن كان له ثمرات يعني واضحة نعم يعني ما شاء الله مطلع انت ضامن هذا السباق يعني انت من 2009 مسيطر خلينا نحكي سباق هذه السنة مضمون تقريبا ماراثون عمان الدولي 6 مرات متتالية الحمد لله يعني من البسخة الأولى كنت أنا مصر أني أكون موجود من الأجندة عندي في البرنامج نعم وألترا ماراثون البحر الميت أنا من مطلع الألفين وأنا أشارك في يعني تسلسلت من من النص ماراثون أنا ربحته أكثر من 6 مرات في المركز الأول طبعا معروف وصعت للماراثون كمان ربحته مرتين وهذا أنا وصلت يعني للألترا ماراثون كمان ربحته مرتين متتالي يعني عشر نسخ بتشارك في حدث رياضي كمان حدث بياخذ انطباع مختلف لما يكون أكثر من 20 نسخة نعم أعتقد في المستقبل رح يكون وزن ثقيل على المستويات المرتقيات الدولية بس بدنا رقم جديد السنة إن شاء الله بتوعدنا برقم جديد والله هو الألترا يعني يعتبر مسافة فوق القانونية يعني 42 هي حدث 8 كيلو تقريبا زيادة في زيادة فتعتبر يعني إلها سيستم مختلف في الجري وإن شاء الله أني بحاول هذا العام أني نكون يعني نعمل شي جديد ألينا بجوز فيه سباق قانوني للـ 8 كيلو زيادة لا هو أي سباق بتعدى لـ 42.195 كيلو بسمى ألترا ماراثون سواء خمسين ستين سبعين هلأ إحنا الهدف إنه إحنا أهداف الجمعية هو نشر الرياضة الجري والحياة الصحية وبنفس الوقت نروج للأردن سياحية ونظهر أدنى بلدنا بلد الأمن والأمان وهذه أحد الأهداف الكبيرة للجمعية فإحنا إذا بتلاحظ شعارنا أركض نحو أخفض بقعة في العالم بيشارك عدد كبير من الأجانب بيحبوا يركضوا فهم بالنسبة لهم إنجاز كبير أنه يركض من عمان للبحر الميت فكانت أنصب طريق هي اللي من عند إشارات إصطناعة باتجاه شاطئ عمان بس أنا أصدي على المسافة يعني ليش ما أخذنا ماراثون رسمي لأنه كان في زمان معلدتي ماراثون بس إحنا كيف أسمناه أنه الماراثون لعمان كونه هو المدينة والسيجنيتشر ريس خلينا نقول كل مدينة كبيرة أو عاصمة بيكون لها ماراثون رسمي فخلينا الماراثون لعمان سميناه عمان انترناشن ماراثون عشان نحافظ على تسوسية ماراثون عمان صحيح هو أكترا ماراثون وهو فوق الماراثون عشان ستنويع لأنه أبطالنا كمال الأردني ما بقدروا يشتركوا بماراثون يعني أكتر من مرتين ثلاثة بالسنة إذا هو بيشارك بره وبيدو يشارك بالأردن أكتر من تنين ماكسموم ثلاثة ما بقدر نعم طبعا صح مسقال؟ مزبوط نعم طيب بجوز لنا ننتقل لخريطة الماراثون في عنا أكتر من ماراثون اللي هو الكيدز ماراثون أو سباق الأطفال اللي رح يكون فيه 27 ثلاث خلينا نشوف خريطة السباق نتحدث شوي لنا عن الأمور اللوجستية بداية السباق خلينا نأخذ الأطفال أول 27 ثلاثة هذا الألترة نعم هذا الخمسين طيب نتحدث عنه بده يبلش في عمان بده يبلش من عند إشارات الصناعة بمتكازية توتال باتجاه البحر الميت زي ما حضرتك شايف منوصل لنقطة البحر وبعدين منستمر لحد شاطع عمان السياحي دغري ما فيه كله نزول أنا بقولهم سهل 50 كيلو قاله سهل فمهم بوصلوا لعن شاطع عمان السياحي وزيم فعاليات التتويج ونقطة نهاية كلها بشاطع عمان السياحي بالنسبة لصباق الثاني طبعا رح نطلق ساعة 6 صباحا كونه هذا الماراثون طويل والحد القانوني تبعه 6 ساعات احنا ما منفتح الطريق قبل 6 ساعات لازم نبدأ بكير فمنبدأ ساعة 6 صباحا طبعا اغلاق تام للشارع اه امانة عمان هي المنظم معنا والسيء وإدارة السير والدرك والجيش كلهم يعني بتم اغلاق الشوارع اغلاق تام طبعا فيه معنى الدفاع المدني لسيارات الاسعاف لسويب كار اللي بتمشي وراء آخر عداء لعمليات اذا فيه اشيء وطبعا على الطريق احنا موزعين محطات مياه موز ومشروب الطاقة اوشي على اساس كمان متصابقين ما يتعبوا سباق الـ 21 كيلو متر بيبدأ من عند الزيرو بوينت عند نقطة سطح البحر بعد تقريبا 3 كيلو متر او 2 كيلو شوي بنتلق ساعة 7 صباحا برضو هذا لانه نصف ماراثون يعني فيه جهد يبدأ لازم نبدأ بكير برضو منبدأ الساعة 7 عشان ما يصير فيه تضارب مع سباق العشرة كيلو متر سباق العشرة كيلو متر اللي هو الفن رون اللي كل الناس بتشترك فيه مشان احنا منحاول نبدأ الـ 51 قبل ما نبدأ العشرة كيلو لانه كان فيه بالسنوات السابقة انه بيصير فيه تداخل وسباق العشرة فيه ناس بتكذر ناس بتمشي ناس بتنزل فورفون معاه ولاد صغار فبالتالي لما ننطلق ساعة ساعة عشرة الصباح بيكونوا عدوا كل المحترفين عن هاي منطقة العشرة كيلو اللي هي عند منطقة الفنادق قبل 3 كيلو متر لينا بجوز فيه نقطة هون كتير مهمة هي الزيرو بوينت والانطلاق من مستوى سطح البحر بالنسبة للصحفيين العالميين وبالنسبة للاشخاص اللي حابين يوصلوا لهاي المنطقة يعني حدث مش سهل نهائيا ممكن يكون على أجندة الناس موجود انه يوصل لهذا المكان فبتوقع يعني كتير متميز متميز جدا وكتير بيكونوا مبسوطين يعني هم ما بتخيل قديس شعورهم بيكونوا كلهم معاهم كاميرات بيصيروا يصوروا حالهم فيه ناس بيجيب معهم مرافقين بس عشان يصوروهم ويحكوا بيعملوا ستوري بورد عن الموضوع يعني أنا بتفاجأ بعد ما يخلص الماراثون لما ندخل على اليوتيوب وندور على ألتر ماراثون باحل ميت منلاقي كتير قصص يعني قديش هم ما معتبرينه إنجاز فيه اشي بيكون حاطوا بالشيكليست تبعته السنوية يعني فيه معانا ست ليلة عجم عضو مجلس إدارة بيروت ماراثون بتدعم سرطان الثادي كل سنة بتنزل معنا يا بتمشي لخمسين كيلو متر ماشي وحتى لما نفتح الشارع بتقولنا لا بضلعة مسؤوليتية بتركض الواحد وعشرين نعم فبتتخيلش قديش يعني بتكون هي بادية 2015 بتكون حطها على شكل استبعتها يعني فيه رسائل عاطفية ورسائل إنسانية كتير كبيرة يعني تتوجه من خلال الماراثون ليس فقط للركض وبالتأكيد الفوز والجوائز نعم منتقال خلينا أحكي شوي تقنيا يعني رياضة الجري في الأردن أو ألعاب القوة في الشكل العام هي مظلومة إعلاميا وهي متواضعة نسبيا بحجم الدعم الموجه لإلها وبالرغم إنه نحن عنا أبطال كثير كبار مثل حضرتك يعني على مستوى العالم فوين بتشوف مستقبل ألعاب القوة والله أول شيء الماراثون هو جزء لعبة أو فعالية من فعالية ألعاب القوة نعم فالأردن يعني بالفترة الأخيرة يعني إحنا يعني من خلال منظرك يعني نطلب من المسؤولين عن ألعاب القوة أنهم أول شيء حلو مشكلة ألعاب القوة عن طريق الاتحاد واللجنة الأولمبية نعم فنوجه لهم برسالة أنه يعني اللاعب هو دائما نعم اللي متضرر في في أي عائق أو أي مشكلة تواجه أم الألعاب نعم فأم الألعاب إلها يعني طابع خاص في العالم الدولي أو الاتحادات الدولية أو الملتقيات المختلفة في العالم نعم واللعاب القوة هي منطلق ليس ألعاب قوة لحالها هي منطلق لجميع الألعاب يعني أي لعبة في العالم بدك تمارسها تنطلق من الركض نعم فأعتقد أنها رسالة لأي إنسان أنا أوجهها أنه أنه مارس الرياضة ومارس الركض والماراثون يعني ومحس بشغلات مختلفة رح يتفاجأ كيف هذول اللاعبين أنهم يجروا وشو بتصيفهم ظروف مختلفة في المساة طيب لنا هو انطلاقا من حكيم ثقال هي الجمعية الجمعية العردنية الماراثونات في هدف خيري وهو الهدف الأسمى والأكبر وهو دعم الجمعيات الخيرية والخيرية وأيضا دعم في أنكم برنامج العدائين الصغار اللي هو بيكتشف فيه مواهب صغيرة وممكن من سباق الأطفال برضو تكتشفوا مواهب فهو رح يكون امتداد للدعم المفروض أنه يقدم لهذه اللعبة نعم احنا بصراحة بالجمعية في عنا برنامجين البرنامج الأول هو زي ما حضرت تفضلت الماراثونات وتنظيمها نعم الحدث التاني أو البرنامج التاني والمهم هو برنامج العدائين الصغار وبرنامج دعم المتصابقين المحترفين نعم يعني احنا كتير بنحب ندعم مجموعة من المتصابقين المحترفين زي مثل عبادي في عندك علي السوالمة بطل أردن على الكرسي المتحرك في عندك سهيل النشاش عن فئة المكفوفين في عندنا سليمان زبوننا سباق الواحد وعشرين كيلومتر بس احنا كوننا جمعية خيرية واجبنا كمان انتجاه المجتمع أنه نعمل أعمال خيرية تابعين لأنا لوزارة التنمية ومن أهدافنا أنه نعمل إشي خيري فكل الجمعيات اللي تشترك معنا وتقوم بعملية بيع التذاكر والترويج للماراثون نتبرع بعشرين بالمية من قيمة هاي المبيعات لإلهم جميل الشغل الثاني كمان إنه إحنا هذا البرنامج اللي أطلقناه مع مبادرة مدرستي وزارة التربية والتعليم لدعم الأطفال خصوصاً بالمناطق النائية نعم ولقال حظن يعني فيه في منطقة الغور بنزلوا مع متقال يعني شباب أو أطفال بعمر الأربعة عشر سنة بركدوا حافيين نعم وبجيبوا مراكز وأرقام يعني هذول لازم حدا يتبناهم الحقيقة طبعا فإحنا منحاول أكليس يعني نروج لهم أو ندعمهم معنوياً إذا ما منقدر ندعمهم مادياً الله يعطيكم ألف عافية ولما تكون فيه ظروف يعني يكون فيه وفر من هالمارثونات لسه ما وصلنا لهذه المرحلة بهمنا إنه إحنا ندعمهم أكتر وأكتر إن شاء الله ربا من لنا كتير بدأ أشكرك عوجودك معنا اليوم والتوفيق الله يوفقكم يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله منشوف واحد من أنجح المرثونات عالمياً مش بس وطنياً أهلا وسهلاً تسلم شكراً لك لأستضافتك الحلوة شكراً لقناة رؤية دائماً بتدعمنا وبيغطوا معنا الأحداث وشكراً لكل الدعمين وكل الناس اللي عم بيساعدونا لنحقق هذه الإنجازات الكبيرة للجميع إن شاء الله مثقال البطل مثقال عبادي شكراً لوجودك معنا وإن شاء الله بالتوفيق وما منقبل أقل من المركز الأول بالتأكيد مع رقم إن شاء الله أنه يعني يكون نعمل إشي جديد وشكراً لإستضافتك للحلوة أهلاً وسهلاً